اشتركوا في القناة اعلن النادي الرياضي المكنسي لكرة السلة في بلغ على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان القرار يأتي عقب الموقف العدائي لرئاسة الجمهورية التونسية باستقبال سعيم ميليشيات البوليساريو وتأتي هذه الخطوة من الفريق المغربي بعد ساعات من اعلان الجامعة الملكية المغربية للكاراتي بإلغاء مشاركتها في بطولة شمال افريقيا للكاراتي التي ستقام بتونس من السابع الى الحاذ عشر شتنبير الجارية ونشرت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي اعلانا على صفحته الرسمية بالفيسبوك ويتجه المغرب لقاطعة سياسية ورياضية واقتصادية مع تونس عقب الخطوة التي اقدم عليها الرئيسة التونسية باستقبال زعيم انفصالي البوليساريو في قرار عدائي وغير مصموق في تاريخ العلاقات التونائية التي كانت دوما تتميز بتناغم كبيرة حول كافة المجالات الجهوية والقارية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء